اشتركوا في القناة هذا الدين يتجلى في أنه دين السلام والرحمة دين الرأفة واللين والعطف فإن المتتبع للآيات القرآنية وللأحاديث النبوية يجد الحديث عن الرحمة كثيرا ومنتشرا لدرجة أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالرؤوف الرحيم وكذلك وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الدين الإسلامي يطلب من الإنسان أن يكون رحيما أن يتعامل بين الناس بالرحمة والعطف واللين لا أن يكون قاسيا لا أن يكون متكبرا معاندا ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يبين في حديث مشهور أن الذي يتعامل بالرحمة يصل في النهاية إلى رحمة الله سبحانه وتعالى لأنه كلما فعل الإنسان خيرا جنى خيرا وكلما فعل شرا جنى شرا فمن يعمل مثخال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثخال ذرة شرا يرى يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى كل إنسان يتعامل بالرحمة مع الإنسان مع الحيوان مع أي شيء كلما كان رحيما كلما عامله الله عز وجل بالرحمة في حياة الإنسان وفي آخرته الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ثم يقول صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كلما كنت رحيما كلما تعاملت باللين والرأفة كلما منحك الله عز وجل من يتعامل معك بمثل تعاملك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ربه تبارك وتعالى إلى أهمية التعامل بالرحمة وأن الإنسان كلما كان رحيما كلما اقترب منه الناس وكلما كان فضا غليظا كلما ابتعد عنه الناس إن التعامل بالرحمة أقرب طريق للوصول إلى قلوب الناس ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين التعامل بالرحمة ليس معناه التسيب أو الإهمال أو الفساد وإنما معناه إعطاء كل ذي حق حقه إعطاء الشيء حقه ومستحقه التعامل بالعدل التعامل باللين التعامل بالرأفة الحسم التعامل بالعدل التعامل بما يرضي الله سبحانه وتعالى لا أن يكون الإنسان جبارا لا أن يكون متسيبا لا أن يكون الإنسان مهملا أو مقصرا إن التعامل بالرحمة هذا هو أقرب الطريق أو أقرب الطرق الموصلة إلى القلوب وقد حث الشرع الشريف على التعامل بالرحمة مع الإنسان ومع الحيوان لدرجة أن رجلا دخل الجنة بسبب سقيه لحيوان وامرأة دخلت النار بسبب أذاها لحيوان فنجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخل رجل الجنة بسبب سقيه لكلب وجده شديد العطش فنزع خفه فملاه ماء ثم قدمه إلى هذا الحيوان فشرق في نفس الوقت وفي المقابل امرأة دخلت النار بسبب عدم رحمتها لهرة يقول صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تراكتها تأكل من خشاش الأرض فيا أيها المشاهد الكريم إن التعامل بالرحمة مع الإنسان مع الحيوان التعامل بالرحمة هو أقرب الطرق الموصلة إلى قلوب الناس ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه يقول أحسن إلى من شئت تكون أميرة نسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يبارك لنا وأن يرزقنا رزقا واسعا حلالا إنه سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم وعلى كل شيء قدير إلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته